اخيرا عرفت بابريكاش الدجاج بيتعمل ازاي او الدجاج على الطريقة المجارية او الهنجارية بيتعمل ازاي ومع اختلاف مسماية الوصفة دي فهي وصفة لذيذة جدا وكمان مكونتها بسيطة جدا تعتبر الوصفة دي من اجدد وصفات الدجاج وما ظنش ان انتو شفتوها قبل كده وصفة بابريكاش الدجاج بتتعمل باوراك الفراخ عاوزين تقطعوا اوراك الفراخ زي ما لم قطعوها كده قطعوها وممكن تسيبوها زي ما هي هنجيب طبق صغير وهنحط في الطبق ده نص معلها صغيرة من الملح ونص معلها صغيرة من الفلفل الاسود ونقلبهم مع بعض ونتبل بيهم الفراخ دي هنرش كده على الفراخ فلفل وملح وندعكهم بادينا من الناحيتين كويس جدا بعد كده هنسخن ربع كباية من الزيت في طاصة على نار متوسطة وهنسيب الزيت ده يسخن شوية بعد كده هنشوح الفراخ في الزيت ده واول ناحية هنشوحها هي الناحية اللي عليها الجلد وهنشوح الدجاج لمدة 8 دقايق 4 دقايق لكل ناحية هنسيب الفراخ تتشوح على الجهة دي لمدة 4 دقايق بعد كده هنقلبها على الجهة التانية ونسيبها 4 دقايق كمان بعد كده هنشيل أوراك الدجاج من الطاصة ونركلهم على جنب ومكان الفراخ في نفس الطاصة هنضيف بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتو شايفين كده ونشوح البصلة دي حوالي 3 او 4 دقايق لحد ما البصل يكون طري ويكون شفاف بعد كده ننزل على البصل بتلت فصوص توم مفرومين ونشوح التوم مع البصلة حوالي دقيقتين فقط أهم حاجة ان لون التوم ما يغمقش دلوقتي هنضيف سر طعم الدجاج الهنجاري او الدجاج المجاري وهو البابريكا هنضيف 3 معلق كبار من البابريكا ومعلقتين كبار من الدقيق وهنشوح الديق والبابريكا مع البصل والتوم حوالي 3 او 4 دقايق كمان وما تستعجلوش على الديق الديق لازم يتحمص مع المكونات دي عشان يستوي وطعمه ما يكونش ظاهر في الاكل بعد كده هنضيف لتر من عصير الطماطم ونقلب عصير الطماطم مع المكونات دي كويس جدا بعد كده هنرجع قطع الفراخ او اوراق الفراخ للسلسة دي وهنجيب كبشة كده ونغطي اوراق الدجاج بالسلسة زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنغطي الطاصة ونسيب الفراخ دي تستوي كويس جدا والنار تكون هادية شوية عشان ما تتحرقش من تحت وبتكون بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده بس برضو كده احنا لسه ما خلصناش فاضل التكاية الاخيرة بتخلي الطعم بتاع الصلسة دي جميل جدا هنشيل قطع اوراق الدجاج مرة تانية من الصلسة هنحطها على جنب وهنطف النار خالص وهنضيف على الصلسة دي كباية من الزبادي وكمان هنعصر نص لامونة ودي بديل الكريمة الحمضة الوصفة الاساسية بيستخدموا الكريمة الحمضة والبديل للكريمة الحمضة هو الزبادي واللمون وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس لازم الصلسة دي تكون نعمة جدا لو لقتيها محببة او مش نعمة اخلطيها بالهند بلندر او بالخلاط العادي لو هتستخدم الخلاط العادي سيبيها تبرد شوية صغيرين حوالي عشر دقيق بس بعد كده حطيها في الخلاط وخلطيها كويس جدا او نعميها كويس جدا بعد كده رجعيها للطاسة تاني وبعد كده هنرجع قطع الدجاج مرة اخيرة في الطاسة او في الصلسة زي ما انتم شايفين جدا وهندخلها الفرن تحت الشوية عشان تتشمع او تنشف شوية صغيرين ببريكاش الدجاج او الدجاج المجري بيتاكل جامبو مكارونا المكارونا هنسخن النار او نغلي نار في حلة كبيرة وهنضيف لها معلقة صغيرة من الملح وشوية زيت صغيرين ومكعب مرأة الدجاج ونقلب مكعب مرأة الدجاج في المية لحد ما يدوب خالص على فكرة انا عاملة مكعبات مرأة الدجاج دي في البيت هتلاقوا طريقتها في الوصف تحت الفيديو ده بعد كده ننزل بالمكارونا في المية المغلية ونسلقها تسعين في المية سلق يعني ما بتتسلقش سلق كامل وخلي بالكو عشان المكارونا متعجنش بعد كده هنصف المكارونا وفي نفس الحلة اللي سلقنا فيها المكارونا هننزل بمعلقة من الزبدة وبعد ما الزبدة الدوب هننزل بالمكارونا في الحلة ونشوح المكارونا دي مع الزبدة او نسخنها مع الزبدة كويس جدا ونضيف لها شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود صغيرين وده بيكون قبل تقديم الاكل على طول عشان المكارونا تكون سخنة وده شكل ببركاش الدجاج بعد ما خرجناه من تحت الشواية شكله جميل جدا ورحته جميلة جدا وكمان طعمه جميل جدا وصفة الدجاج على الطريقة المجرية تعتبر من الاز وصفات الدجاج اتمنى تجربوها وبالهنة والشفة مقدما ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم